وفي خطوة هامة نحو تعزيز دور المقاولات الصغيرة في الاقتصاد الوطني عقد صباح يومه السفت بغرفة التجارة والصناع والخدمات بالقنيطرة المؤتمر الوطني التأسيس للنقبة الوطنية لقطاع المقاولات الصغيرة والمقاول الذاتي وحامل المشاريع وقد انعقد هذا المؤتمر تحت شعار اقتصاد وطني قوي وتنافسي رهين بتطوير المقاولات الصغيرة وتقوية قدراتها التنافسية عبر التنزيل السليم للبرامج الحكومية الداعمة اليوم هذا يشهد على الميلاد دي الوحد المؤسسة نقبية لكي تدافع لهذا الشريحة دي المقاولات الصغيرة ومقاول الذاتي وهذا عمل اللي تحضرنا له لمدة مع وحد عدد مع تنسيق دي الإخوان دينا في الأقالي ملجيهات وليوم رحنا إن شاء الله كان نقول ورهن اليوم غادي ندلوا اللابين الأولى والأساس الأول لهذا اللقاء هذا اللي غادي عرفوا حد إن شاء الله لأننا عدنا له واحد خريطة دي الطريق دي التعامل في إطار الدفع على واحد الميل في مطلاب قوي سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة أو المقاول الذاتي وكذلك حمل مشاريع هات الشريحة بالضبط اللي احنا كنا نعتبرها هي أساسية وضرورية في الاقتصاد الوطني المغربي ولكن ما أخذت شي حقها بواحد شكل اللي هو ماذا؟ اليوم كان طالبوا أننا نكون في إطار واحد استراتيجية دي التعاون مع المؤسسات دي الدولة باش هاد المقاولات وهات الشريحة بالضبط أنها تستفد من هاتش اللي يكاين لأنه كنا برامج والخيطة بدية صاحب الجلال الأخرى كلها غادي في التوجه كلها كدعو إلى دعم المقاولة الدفع بالشباب لأن هناك مشكلة عند المغرب لأن بلادنا وهذا مشكلة للبيطالة واليوم كانوا حد عدد الحميلة للشواهد إذا مني كنشجعوهم يدروا المقاولة ويدخلوا لها ولكن ذلك المواكبة اللي باش نخرجوا ذلك المقاولة الصغيرة والمقاول الذاتي وعائلة البر الأمان مكة القواشي إذا اليوم حنا في هذا الإطار هذا وهذا على الشمجتمعي اليوم أنا إن شاء الله بغي ندروح الخريطة الطريق باش نديروا حد وسطة اجتماعية في مقاولاتي مع مؤسسة الدولة ونشوفوا كيفاش إن شاء الله نشوفوا الشيحول اللي كتبال أنه مناسب للتشاهد نحنا كان اهتمام دينا كبير بالشغيلة والهدف دينا هو تأهيل المقاولة باش يكونوا الأجارة في واحد الوضعية ديال الحياة الكريمة وكذلك لما جاءت لنا هاد الفئة من المقاولين كنتعاملوا معهم من أجل تأهيل هاد المقاولات وكذلك نستمع إلى مختلف المشاكل ديالهم واللي يمكن نفتح فيها نقاش لا مع الإدارات المسؤولة ولا مع داخل المستمرين الآخرين كذلك باش يمكن لنا كاملين كمجتمع ن ناهلو المقاولات المغربية للمستقبل فهاد الخطة التنموية اللي كي رعاها صاحب الجلالة خاص حتى شركة دينا نتأهل باش تواكب هاد لينفتاح الاقتصادي اللي ديرو المغريب كينا مشاريع قد يدخل البلاد لذلك على المقاولة المغربية حتى هي تكون كذلك مؤهلة لمسايرة هده 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 جديد ما تنساش تشارك في القناة وتفعل جرس باش يوصلك كل جديد من جادة العالم فانتكاتخ